ابنائي وبناتي متابعيي القرام على قناتي على اليوتيوب. ولام وفرشاه وسنونا. موضوع درسنا اليوم هو ضرب الاعداد الكسرية في عدد صحيح. في عندنا خمس استراتيجيات بنستخدمهم في ضرب الاعداد الكسرية في عدد صحيح. اول استراتيجية النهاردة هناخدها هي تحويل العدد الكسري الى كسر غير حقيق. ده عدد كسري. طبعا احنا تعلمنا من الحلقات اللي فاتت ازاي نحول العدد الكسري الى كسر غير حقيقي. ايده في رجله زائد راسه. اللي هو صحيح في مقام زائد بسط. نحول اتنين وخمسة لكسر غير حقيقي. شرطة الكسر بتاعتي ادي المقام. اتنين في خمسة بعشرة. زائد واحد حداشر. في تلاتة. وعايزة تحطي للتلاتة دي على واحد. ده بنسميه مقام وهمي. ما بيغيرش من قيمة العدد الصحيح بتاعي ده. تلاتة على واحد في هالتلاتة. بيساوي. نضرب البسط في البسط. تلاتة في احداشر. بتلاتة وتلاتين. على خمسة. طلع عندي كسر غير ايه? غير حقيقي. بسطه اكبر من مقامه. بحوله بقى لعدد كسري. بيساوي. ادي شرطة كسر ادي الخمسة بتاعتي المقام. طيب. التلاتة وتلاتين دي فيها خمسة على خمسة. تلاتة وتلاتين على الخمسة ارجع لجدوة الخمسة. خمسة في ستة بتلاتين. ويبقى تلات اخماس. طيب. ناخد المسألة اللي وراها. وناخد بالنا كويس. عشان فيها فكرة جديدة. احول العدد الكسري ده لكسر غير حقيقي الاول. اخد شرطة كسر كده. الاربعة المقام بتاعتي اهي. اتنين في اربعة بتمانية زائد تلاتة حداشر. تبقى احداشر على اربعة. هي نفسها اتنين وتلاتة اربعة. بس ده في صورة عدد كسري ده في صورة كسر غير حقيقي. في اربعة على واحد. بيساوي. البسط في البسط. اربعة في احداشر باربعة واربعين على الاربعة. اه طبعا انت عارف اربعة واربعين على الاربعة فيها الكام فيها الحداشر. طيب. بص كده معي. شايف الاتنين دول كده. مقام الكسر الاول وبسط الكسر التاني. ده اربعة وده اربعة. في عامل مشترك ما بينهم. اه في عامل مشترك ما بينهم. اللي هو الاربعة. قاسم مشترك. لو انا قلت كده اربعة على اربعة فيها الواحد. واربعة على اربعة فيها الواحد. اصبح البسط عندي هنا كام واحد. واحد في احداشر بحداشر. واحد في واحد بواحد. حداشر على واحد. بيساوي احداشر اهي. يبقى انا كان ممكن ابسط من الاول عشان يطلع للنتج النهائي كده. طيب ناخد المسألة اللي وراها. اتنين وتلتين في تلاتة. احول لكسر غير حقيقي. اتنين في تلاتة بستة. ده ادي اتنين تمانية. تبقى تمانية على تلاتة. في تلاتة على واحد. طيب شايف ده? دي تلاتة ودي تلاتة. يبقى على التلاتة فيها الواحد. على التلاتة فيها الواحد. تمانية في واحد بتمانية. واحد في واحد بواحد. تمانية على الواحد بتساوي تمانية. بدلا ما كنت هضرب تلاتة في تمانية باربعة وعشرين واحد في تلاتة بتلاتة اربعة وعشرين على التلاتة في هالتمانية. اهل. المسألة اللي وراها. سبعة وربع في اتنين. على طول بقى المقامة هو سبعة فا اربعة تمانية وعشرين زائد واحد تسعة وعشرين في اتنين على واحد اه بص الاتنين دول كده اتنين واربعة. القسم المشترك ما بينهم الاتنين. اتنين على الاتنين فيها الواحد. اربعة على الاتنين فيها الاتنين. اصبح البست هنا واحد والمقام هنا اتنين بقى خلاص ما فيش اربعة وما فيش اتنين. واحد في تسعة وعشرين بتسعة وعشرين. واحد في اتنين باتنين. بيساوي. كسر غير حقيقي. بسطه اكبر من ايه? من مقامه. في حاجة في جدول اتنين تتضرب في اتنين. تسعة وعشرين? لا انت حافظ لحد اتناشر في اتنين باربعة وعشرين. طب حد عارف تلاتاشر في اتنين بكم? ايه بستة وعشرين. طيب ناخد شرط الكسر كده ادي الاتنين. اتنين على الاتنين فيها الواحد. تسعة على الاتنين. فيها الاربعة. ليه? عشان اربعة في اتنين بتمانية. وبقى ادي نص. ايه. اتنين في اربعة تمانية. واتنين في واحد باتنين يبقى تمانية وعشرين اتنين في اربعتاشر بتمانية وعشرين زائد واحد تسعة وعشرين ناخد المثال اللي وراه اتنين وتسع في تلاتة بيساوي نحول من عدد كسري لكسر غير حقيقي اتنين في تسعة بتمنتاشر زائد واحد تسعتاشر تسعتاشر على كم على تسعة في تلاتة على واحد اه شايف هنا تلاتة وتسعة القاسم المشترك التلاتة تلاتة على تلاتة فيها الواحد تسعة على تلاتة فيها التلاتة نضرب بقى واحد في تسعتاشر بتسعتاشر واحد في تلاتة بتلاتة كسر غير ايه ده حقيقي بس اكبر من مقامه احول من كسر غير حقيقي لعدد كسري طيب التسعتاشر فيها كم تولي كل تلاتة على تلاتة هتديني ايه? واحد صحيح. طيب. تلاتة في كم بتسعتاشر? تلاتة بستة بتمنتاشر. يبقى ستة في تلاتة بتمنتاشر. وبقى تقول لي. اهي. ستة في تلاتة بتمنتاشر واحد تسعتاشر على التلاتة. ناخد المثال اللي وراه. واحد في خمسة بخمسة زائد اتنين سبعة. سبعة على خمسة. بي خمسة على واحد. اه دي خمسة ودي خمسة. يبقى القاسم المشترك الخمسة. خمسة على الخمسة فيها الواحد. خمسة على الخمسة فيها الواحد. واحد في سبعة بسبعة. واحد في واحد بواحد. سبعة على واحد هي نفسها ايه? سبعة. ممكن اكتبها سبعة على واحد وبعدين بتسوي سبعة وممكن اكتبها كده على طول. ناخد المثال اللي وراه. واحد وتلتين في اربعة بيساوي ادي التلاتة المقام واحد في تلاتة بتلاتة زائد اتنين خمسة في اربعة على واحد بص هنا اه ادي تلاتة دي اربعة في قاسم مشترك لا ما فيش ده عدد فردي واولي وده عدد زوجي ما فيش قاسم مشترك ولا هنا في خاسم مشترك يبقى اضرب بقى اعلى طول البسط في البسط امسة في اربعة بعشرين على تلاتة طيب عشرين على تلاتة خدت في جدول تلاتة كان في تلاتة بعشرين مفيش في سبعة بثلاتة بواحد وعشرين لا دي اكبر اخد الستة ستة في تلاتة ب Herausv defence وبدأ اكمل عشرين اتنين يبقى عشرين على تلاتة هي نفسها ستة وتلتين المثال اللي وراه واحد وتلت في اتنين واحد في تلاتة بتلاتة زائد واحد أربعة أربعة على تلاتة في اتنين على واحد المقام الوهمي بتاعنا دي تلاتة فردي وأولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وده اتنين زوجي وأولي العدد الأولي الوحيد اللي زوجي لاتنين مفيش قواصم مشتركة يبقى نضرب على طول وهنا برضو نفس الكلام اتنين في اربعة تمانية واحد في تلاتة بتلاتة بيساوي نقسم تمانية على تلاتة فيها الكام فيها الاتنين في تلاتة بستة ويبقى تلتين اتنين في تلاتة بستة واتنين تمانية على تلاتة اهي اتنين في تلاتة بستة واتنين تمانية تمانية على تلاتة في 3 على 1 آه دي 3 ودي 3 اه على 3 فيها الواحد على 3 فيها الواحد 1 في 8 ب8 1 في 1 بواحد 8 على الواحد بتساوي 8 على طول بدل ما كنت تكتبها 8 على 1 وارجع اقول بتساوي 8 ناخد اخر مثال عشان ما اطولش عليكم 3 في 6 ب18 زائد 1 تسعتاشر تسعتاشر على 6 في 6 على 1 6 و 6 على الستة فيها الواحد على الستة فيها الواحد ما هو الستة والستة القسم اللي مشترك ما بينهم الستة وهنا تسعتاشر والواحد نضرب 1 في السعتاشر بتسعتاشر 1 في 1 بواحد يبقى بيساوي 19 وكان ممكن اكتبها تسعتاشر على طول موضوع حلقتنا النهاردة بسيط الاستراتيجية الاولى ضرب الاعداد الكسرية في ضرب الاعداد الكسرية في عدد صحيح يا رب تكونوا استفدتوا ولو شايف ان انت استفدت من المحتوى ياريت تدعمنا باللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد واستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه